صباح الخير او مساء الخير عليكم ايان كان الوقت اللي بتسمعوا في الفيديو برحب بالكل المشتركين معي في القناة كمان برحب بالمشتركين الجداد وبقول لكم اهلا وسهلا وبقول لك لو انت لسه جديد معينا واول مرة تسمعنا اتفضل اشتركوا فعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد اه القناة تكبر بيكم وليكم وعندي مفاجآت لسه كتير ان شاء الله هعملها في الفترة اللي جاية اه هنقول النهاردة الكراءة العاطفية لموليد برج الجادي بس هرد بخصوص الاسئلة الخاصة اه انا ردت اه على كتير جدا منها اكتر من 90% من الاسئلة ردت عليها ولسه هرد على الباقي اه بس اللي كتب سؤال خلاص يكتبه وبس انا هشوفه ان شاء الله اه لان كلكم مستعجلين وكلكم بتقولولي حالا وكلكم لا فيه اوقات انا بخصصها للقراءة للرد على الاسئلة اه لاني شرحت لكتير جدا ان الكراءة عبارة عن طاقة اه لازم اه بقرة شوية بعمل فيديوهات شوية لكن لازم ارتاح شوية عشان استجمع طاقتي عشان اقدر اكمل كراءة تاني او افتح الكروت تاني اه يا رب نكون متفاهمين ومتفقين اه نروح بالنسبة انا مقسميها متزوجين ومنفصلين ومطلقين اه اه اعذاب وغير مرتبطين. دلوقتي هنقول بتاعة المتزوجين. المتزوجين من برج الجادي اه انا شايفة طاقطق هنا اه انا شايفك عندك مسئولية كبيرة جدا. مسئولية كبيرة جدا فوق طاقطق وفوق احتمالك اه اه تعبان. يعني حس ان انت شايل حمل شايل اه هموم او شايل مسئولية بالفعل يعني ممكن تكون عندك التزامات او عندك حاجات كتير بتعملها. انت في الوقت الحالي حس انها تقلف عليك جدا. اه كمان شايفك في حاجة عملتها او في حاجة بنتها او في حاجة قدمت فيها لكن مخدتش منها مقابل. انت قاعد نستني. قاعد نستني اللي انت عملته ده اه نتيجته هتكون ايه. اه كمان شايفك حذر شوية في الفترة دي قافل على يعني مشاعرك هنا بكلم هنا المتزوجين يعني. اه خايف كده وقلقان من حاجة او مش مدي الامان شوية. اه هنشوف دلوقتي من اين عاملة جزئين. اه جزء هنا بتاعك وجزء النحية دي للطرف التاني. اه شايفة علاقة الزواج دي. اه يعني فيها ايوة شوية حب. فيها حب من الطرفين. اه اه لكن العتاب فيها كتير. المشاكل فيها كتير. الحيرة فيها كتير. يعني مش يعني وقت الحب فيها. اه شوية صغرين قبل. اه فيها كمان غموض. فيها حد ممكن يكون اه يعني محتار في الطرف التاني او في حاجة مش فاهمها او مش عارفها عنه او في حاجة عايز يتأكد منها اه انت ممكن تكون يا برج الجدي انا شايفاك عايز تمشي. ممكن تكون عايز تمشي. عايز تبعد. اه بس مش شايفاك بعد زعل. انا شايفاك اه عايز تفكر مع نفسك. عايز يعني عايز تلاقي حل. عايز تشوف ترجع بحاجة افضل. يعني انا شايفاك انت عامل كده يا برج الجدي. عايز تمشي. عايز تبعد بس مش اه بس ماشي وانت زعلان يعني. اه شايفا كمان هنا التواصل في في الافكار او في يعني او في الكلام او كده شايفاك في عنف شوية. منكو انتو بالطرفين شايفاك في عنف. شايفاك في عتاب ومشادات كتير جدا. اه شايفاك في اختلاف كمان. انتو ممكن تكونوا اتنين مختلفين عن بعض. شايفاك في اختلاف. اه بعضكو ممكن يكون اه بيخبي علاقة. يعني بيخبي علاقة هو يكون فيها. ده هيكون من البعض مش للكل. البرج الجدي بيخبي علاقة بيحاول يدفع نفسه اه فيها. لكن شايفاك اه شايفاك هتاخد قرار قريب ان شاء الله يعني شايفاك هتاخد قرار اه بانك انت اللي تكون مسيطر على العلاقة العاصفية اللي انت موجود فيها او العلاقة الزوجية اللي انت موجود فيها هتاخد قرار ان انت تكون مسيطر ان انت يكون ليك رأي ليك كلمة انت اللي بتتحكم بس مش هتزلم الطرف التاني. يعني انت في نيتك انك اه اه انت اللي تمسك كل حاجة في ايدك لكن ما من غير ما تزبل محدد. ده تفكير كنت. لكن انا شايفا عتاب كثير بس ممكن يكون بعد العتاب ده فيه صلحه. وممكن تكون كمان بالنسبة لبعضكم اه دي علاقة زوجية قديمة عن حب اه اه لبعضكم كمان ممكن تكون مرتبط بشخص كان مرتبط قبل كده او في علاقة سلسية يعني هو مرتبط قبل كده. شايفاك في حاجات مش فهمها يا برج الجدي ده بالنسبة لوضعك انت. طرف التاني بقى الزوج او الزوجة اه يعني انا شايفا انت مع طرف متحفز شوية اه عنده فعلا شوية همود اه فيه بتحفز بس الطرف ده تعبان يعني الطرف ده تعبان متضايق اه ممكن للبعض اه الطرف التاني يكون مسافر او يكون بيفكر في السفر او تكونوا من بلاد مختلفة اه فيه وضع انتوا فضلتوا فيه الوضع ده في دل متعلق لفترة اه او هو بالنسبة للطرف التاني هو فضل متعلق معك في وضع من فترة لان هو كان مستني منك حاجة وانت معملتهاش يعني كان مستنيك انك تعمل حاجة انت او مستني انك تقدم حاجة وانت مقدمتهاش والوضع ده متعلق وانت واقف على فكرة يعني او هو شايفك كده. دي نظرة الطرف التاني بالنسبة لك. في حب اه في حب. علاقة روحية في علاقة روحية. لكن في حزن. في حزن. في جمود. في وضع متعلق. في خسارة. في غمود كمان. في حد قلبه مقصور. ممكن الطرف التاني يا برج الجدي يكون حاسس ان هو قلبه مقصور منك. يكون حاسس ان انت خدعته. اه ممكن تكون القراءة عكسية. اه لكن الطرف التاني هو عايز ياخد قراءة. يعني عايز يحسم المسألة دي. انا بتكلم هنا بالنسبة للمتزوجين. في مسألة في علاقتك. هو محتاج ان هو يحسمها. ممكن يكون منعزل عنك شوية. ان هو بيفكر. اه محتاج يفكر بحكمة. اه او محتاجك انت تفكر اه يعني تشوف الطريق او تشوف الحياة او تشوف العلاقة. محتاجك تشوفها بشكل تاني. اه هو شايفك كمان حد كويس. يعني هو بيشوفك حد كويس. بيشوفك حد ناجح. بيشوفك حد ليه مستقبل. بيشوفك حد عملي. او بيشوفك حد ممكن يعني اي حاجة بتدخل فيها او اي حاجة بتعملها. انت بتقدر تنجح فيها. عندك طموح. عندك يعني قدرات خاصة بانك تحقق اللي انت عايزه. آآ كمان بالذات لو انت ست من برج الجدي هو بيشوفك متميزة. بيشوفك مستقلة بذاتك. يعني شايف عندك حاجات كتير مميزات كتير حلوة. وفي حب كمان. لكن في وجع كتير جدا في العلاقة دي. في وجع كتير فيها. النصيحة بتاعتك يا برج الجدي بالنسبة للمتزوجين. آآ يعني ممكن يعني بيقول لك هنا انه اظهر مشاعرك. اتكلم مع طرفك تاني. قول اللي في قلبك. قول اللي انت بتحس بيه. بلاش طول الوقت تفضل آآ مخبي او كاتم او مش عايز او مش عايز تبين. لأ اظهر مشاعرك. اتكلم آآ يعني اوصلوا مع بعض الحاجة. في نفس الوقت يعني آآ استعمل الحكمة. يعني مش شرط عشان تظهر مشاعرك انك آآ يعني تكون متهور او انت تفتكر ان انت كده حد اهوج او انت بترمي نفسك. لأ. كل حاجة ممكن تتصرف فيها وتعملها مضبوط وتعملها بحكمة. قدم العرض بتاعك او قدم الخير بتاعك او العطاء بتاعك آآ بشكل آآ انت تشوفه ان هو يليق بك. آآ ممكن كمان للبعض نصيحة بتاعتك انك تستشير حد. يعني ممكن تسأل حد. او آآ انت في حاجة مش بتظهرها ممكن انت في حاجة مش بتظهرها يا برج الجزل. آآ الكروت هي ما بتتنصحك انك تظهر عواطفك. هنا برضو يعني آآ شايفك مقدم كيسك بس فادي يعني ما فيوش اي حاجة. لكن انت عندك حب اظهر العواطف دي بيينها كمان هنا انت اقفل على نفسك وقفل كده على كل حاجة جوا حضنك مش نبين اي حاجة. لأ. اظهر كل حاجة. آآ الطاقات اللي موجودة معي في القراءة. موجود معاك الطاقة الترابية. موجود معاك الطاقة المائية. آآ موجود معاك الطاقة الهوائية. والنارية مش كتير قويان. آآ الابراج اللي موجودة شايفة عزراء. شايفة حمل. آآ شايفة ثور. شايفة آآ ايه تاني? آآ شايفة سرطان. شايفة جوزاء. شايفة اسد. دي طاقات ودي الابراج اللي موجودة معايا. آآ في جوزاء ده اهو هنا تاني في اسد. هي دي الابراج اللي موجودة معايا يا برج الجدي في الكراءة للمتزوجين. ونروح للمنفصلين والمطلقين. كراءة المنفصلين والمطلقين هنقيمها آآ تلات مراحل ماضي حاضر مستقبل ونصيحة وهنشوف كمان ايه آآ شعور الطرف التاني من ناحيتكو ايه? علشان لو حد بيسأل عن رجوع. آآ الماضي بالنسبة لك برج الجدي منفصلين ومطلقين هقولك طاقتك الاول في الفترة دي. انا شايفة طاقة الانفصال. طاقة انتهاء علاقة بالفعل يعني. آآ شايفة بعضكم ممكن يكون لسه بسس على الماضي او لسه مستني رجوع علاقة من الماضي. آآ شايفة جرح كبير جدا في القلب وممكن يكون في انفصال او في طرف تالت في الموضوع او يكون الانفصال بسبب كده. آآ الاول انا شايفاك انت في الماضي برج الجدي. آآ يعني انا شايفة كنت في علاقة حب كويسة علاقة حب سعيدة. آآ فيها فعلا فعلا يعني في الماضي فعلا دخل طرف تالت. والقراءة دي تتقل الموجودة قدامي. يعني ممكن يكون ده عند البعض. ومش شرط الطرف التالت يكون آآ حب يعني او شخص تالت. يعني ممكن يكون اي اطراف. آآ يعني شايفك في الماضي انت عانيت كتير بعد ما كنت سعيد في العلاقة دي. انت عانيت كتير جدا ممكن بعضكم يكون بيتعامل مع شخص مسافر او من بلد تانية او آآ او ثقافة تانية غيره. يعني في اختلاف بينك وبين الشخص التاني. آآ في اختلاف وفي بعض. ممكن بعضكم في بعض في المسافة. لكن انا شايفة في في العلاقة دي. في الانفصال ده طرف تالت بجدارة. في الطاقة وفي القراءة. فدي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا شايفكن تعبان بتعاني جدا من العلاقة دي. ممكن يكون انت يا برج الجدي اللي قررت ان انت تبعد او او تعبك ده بسبب ان الطرف التاني قرر فجأة آآ ان هو يبعد آآ يينهي العلاقة دي. يعني انا شايفة علاقة زواج آآ منتهية. وممكن ما تكونش كانت زواج لكن في عندي هنا كتير زواج. آآ في الوقت الحاضر بالنسبة لك انت لسه بتفكر في ماضي. لسه بعضوكو آآ ممكن يكون في انفصال لكن مفيش آآ طلاقة. آآ آآ لسه بتفكر آآ برجوع لسه يعني بتقول ان ممكن آآ يعني يعني عندك الزوارلد يعني انت عندك هنا بالنسبة لك انا شايفاك في الاول في وقتنا ده انت متكتف انت في وضع آآ مش شايف حاجة مش قادر تآ تقدم خطوة ولا تأخر ولا تتصرف ولا تعمل حاجة. انت في وضع في الوضع كالحالي انت متكتف ومقيد مش قادر تعمل حاجة. كمان شايفاك بتدفع عن نفسك. ممكن تكون بتدفع عن حياتك. ممكن تكون لسه مصمم ان العلاقة ما انتهتش. آآ مصمم انك ترجع الطرف التاني ليك. آآ في هنا برضو طرف تالت نفس الموضوع. آآ في هنا برضو عندك في الوقت الحاضر آآ دي يعني هدم علاقة لزا تاور. دي هدم علاقة. يعني علاقة خلاص هي انتهت. آآ كمان عند بعضكو هي انتهت باسلوب مش حلو. يعني الطرف التاني او انت وكلنا نخلي بالنا ان القراءة ممكن تكون عكسية. الطرف التاني لما نهى العلاقة يا برج الجدي كان بطريقة يعني لما مشي مشي الطريقة مش كويسة. هد المعبد على اللي فيه ومشي بشكل مش كويس. تب النسبة لمنفصلين والمطلقين آآ يعني يعني بعضكو الطرف التاني ده او انت يعني كان مسيطر عليه طاقة آآ طاقة خبيثة طاقة قوية مسيطر عليه شهواته ورغباته آآ يعني ما بصش لاي حاجة ما عملش حساب اي حاجة. كل اللي مسيطر عليه آآ شطانه. يعني هو ماشي شطانه بس هو اللي مسيطر عليه. وان هو ينهي العلاقة دي. شايفك آآ بعضكو على فكرة ممكن يكون بيفكر ان هو يبعد تماما. انا شايفك مكتئب منعزل. آآ من ناحية العلاقة. آآ شايفك كمان كتير حذر في الوقت الحالي اللي احنا فيه لان دي كراءة الحاضر. كتير حذر كتير بتحافز يعني على نفسك على مشاعرك. آآ او تكون بتدافع عن نفسك. تكون آآ متهم بحاجة او حد آآ بيلقي عليك لوم او الخطأ في حاجة وانت بتدافع عن نفسك. آآ آآ قافل مشاعرك خالص آآ ممكن يكون بعضكو آآ جال ورجوع ورفض. يعني رفض الرجوع بالزات العلاقات اللي فيها آآ علاقة ثلاثية. انا شايفك هنا قافل على نفسك خالص آآ شايفة في الوقت الحاضر فيه بلوكات بلوك 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 كتير. آآ ورفض للطرف الاخر او رفض الطرف الاخر ليك يا برج الجدد. المستقبل بتاعك. عنقول الطاقات الموجودة الاول عشان انا دايما بنسى الطاقات بندمك في القراءة وبنسى الطاقات. انا شايفة معيك في القراءة دي طاقة آآ نارية مائية آآ هوائية كمان آآ شايفة جتورة بية. كل الطاقات موجودة. كل الطاقات موجودة معك في القراءة برج الجدد. آآ الابراج اللي موجودة شايفة السرطان شايفة الميزان آآ شايفة العقرب شايفة الحمل الصور الجدد الطاقة بتاعتك وممكن تكون بتتعامل مع شخص برضو من نفس البرج من برج الجدد. آآ لو شفت حاجة تانية هقول. لكن هي دي الابراج اللي انا شايفها حاليا قدامي. والجوزاء. والكوس. دول حاليا. لكن كل الطاقات موجودة. آآ نروح يعني ممكن تكون تقليدية. او ممكن تكون هترجع العلاقة من الماضي تاني. او تكون انت بالفعل حاليا في عندك علاقة حب. والعلاقة دي هتكمل بس انا شايفك آآ يعني خذر وغامض في العلاقة دي شوية. يعني مش مش مدي الامان قوي او في حاجة مش واضحة بنسبلك هي علاقة حب وهي متبادلة على فكرة لو بتسأل هي متبادلة من الطرفين. لكن انا شايفك انت حذر ممكن ده يكون بسبب آآ حاجات انت تعرضت لها في الماضي فانت قررت انك ما تكونش زي الاول تاني. شايفك عندك غموت شايفك حذر شوية في العلاقة وده ممكن يكون من ناحية الطرف التاني اللي معيك. او اللي هيكون معاك في العلاقة. لكن هي علاقة حب متبادلة آآ شايفة كمان آآ يعني في المستقبل هيكون عندك حكمة اكتر آآ آآ ندوك فكري وعقلي اكتر آآ يعني بسبب كل الحاجات ممكن يكون بسبب يعني القدر هنا عجلة الحظ هنا هتكون في صلحك لو انت تفكيرك كده. يعني انت هتفكر بعقلي جدا آآ كتير في المرحلة اللي جاية هتكون منعزل هتكون بتفكر كتير كل امورك آآ بالعقل والحكمة هتحكمهم اكتر من العاطفة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله آآ آآ يعني شايفك ثابت ثابت في الفترة اللي جاية وانت اللي بتكرر وانت اللي بتختار عندك آآ يعني حرية وعندك انطلاقة كده في المرحلة اللي جاية آآ مش هتكون خايفة على حاجة مش هتكون خايفة على حد آآ يعني بتتصرف بعفوية في نفس الوقت مشاعرك انت مخلي بالك منها في الفترة اللي جاية ومحافظ عليها. لكن من وقت للتاني انت شوية بتبص على الماضي. ممكن يكون كمان الاكتر اللي هما آآ حصل معاهم غدر او خداع او موضوع طرف تالت او اللي احنا شفناها هنا اللي هو يعني الحبيب اللي مشي ومن غير اسباب او بطريقة مش كويسة يعني هد الدنيا بشكل مش كويس. انت شوية هتكون حزين او زعلين على حاجات انت عملتها في دي قدمتها واخسرت فيها يعني. آآ بعضكم عنده اخبار حلوة كمان فيها اجي لك اخبار حلوة. اجي لك بسرعة في الفترة اللي جاية. آآ فيه كمان عندك امنية وانت متحمس جدا لان انت تنفذها. برج الجادي في عندك امنية نفسك تحققها ومتحمس قوي لتحقيقها وان شاء الله الامنية دي موجودة عندك هتتحقق وممكن دي اللي انت تسمع عندها اخبار في الفترة اللي جاية ان شاء الله. واحتمال كمان لان هي جنب الكارت بتاعك احتمال تكون يعني بخصوص حد من الماضي بخصوص شخص من الماضي آآ يرجع. ايه تفكير الطرف التاني اللي انت منفصل عنه آآ فيك يا برج الجادي. آآ يعني هنا ممكن يكون شايف ان هو خدعك ان هو ظلمك او يكون هو مخدوع او يكون هو مظلوم آآ هو متدمر او شايف ان هو دمرك يعني هو آآ يعني جابك ارض عالاخر يعني آآ ممكن يكون ضميره بيقنبه حاسس بآآ بحملة قيل آآ فيه تردد كمان بعضكم لو يعني فيه رجوع آآ لكن هو متردد مش قادر ياخد قرار من ناحية رجوع لأ حاليا مش عارف ياخد قرار في ان هو يرجع آآ يعني هو خايف ممكن كمان يكون خايف من عتاب خايف من لوم آآ خايف من تدخل اشخاص تانين يعني فيه هنا خوف انا شايفة وفعلا شايفة لو هو رجع آآ ممكن يكون بعضكم يعني مستحلف او حاجة فيه عتاب قوي هيحصل لو الطرف التاني رجع وهو عارف كده آآ شايفة ممكن يكون بيفكر ان هو يرجع آآ بس الطريقة غير مباشرة بيشتغل على كده على فكرة يعني هو قاعد آآ يدأدأ كده مع نفسه هو شغال على كده ممكن ان هو آآ يكون يرجع بطريقة غير مباشرة او ان هو ما يعرضش نفسه للعتاب القوي اللي ممكن يتعرض له ده هو كمان عايز يعرف اخبار عنك ممكن يكون عايز يعرف اخبار عنك هو آآ يعني شايف ان انت غامض شوية او فيه حاجات مش واضحة بالنسباله عايز يتأكد من حاجة عايز يعرف انت مرتبط ولا مش مرتبط انت عرفت حد تاني ولا لأ يعني ممكن يكون هو ده تفكيره لان هو فيه حاجات هو مش عارفها ومش قادر يعرفها في الوقت الحالي آآ زي ما قلت انتو عندكم في العلاقة في تدخل اشخاص كمان يعني في علاقات هنا انتهت بسبب تدخل اشخاص تانية غيركم في العلاقة آآ امتهت بمشاكل كتير الطرف التاني شايف كده شايف ان فيه ناس بتتدخل في العلاقة آآ علاقة حصل فيها مشاكل كتير جدا آآ لكن فيه تأخير شوية في الرجوع لان الرجوع فيه قلق وفيه خوف وآآ وفيه حد مجروح جامد وآآ وفيه حد خايف من عتاب ولوم أو تدخل اشخاص تانين فالرجوع نيته موجودة لكن فيه قلق شوية من ناحيته آآ النصيحة بتاعتك بالنسبة المطلقين والمنفصلين بورج الجادي آآ يعني انت هو بيقولك يعني ان انت تعبان جدا آآ هو شايف كمان الطارو شايف انك فيه امور انت ميديها اكبر من حجمها هي مش بالمعنى اللي انت شايفه او هي مش بالصورة السيئة او السلبية اللي انت شايفها آآ حاول تستشفي آآ تقعد مع نفسك شوية آآ تراجع اخطائك او اخطاء الطرف التاني آآ تفكر في الموضوع بشكل يعني بس وانت مرتاح مش وانت مشوش وتعبان او بتفكر في السلبيات او بتفكر في المشاكل اللي خاصلت لك لأ ابعد عن كل ده وفكر بهدوء بعدها هتلاقي حلول كتير يعني بص هنا بعد ما انت فكرت بهدوء هنا بيقولك انك فيه عروض كتير حلوة قدامك فيه عرض كمان فيه عرض يعني يا رباني من عند ربنا فيه خير هيجي لك ان شاء الله آآ فيه حب حواليك يا برج الجادي بس انت مش شايفه انت باصس على حاجة معينة هي اللي انت عايزها او بعضوكم فعلا يكون بيفكر في الرجوع للماضي آآ حاول تتغلب يكون عندك صبر وتتغلب على كل مشاكلك وعلى كل حاجة حصلت لك وتسيطر على المشاكل والطاقات السربية اللي حواليك علشان توصل في النهاية يعني الكروت ترتبها بصراحة عجبني جدا آآ لعلاقة كويسة لحاجة كويسة انت بتفكر في ارتباط بتفكر في حب بتفكر في نجاح علاقة ده اللي انت هتوصل له ان شاء الله بس بعد ما تسمع النصيحة دي بترتبها كده اللي احنا قلناه كل ده يجي لك كل ده عندك كمان فيها استقرار هيكون مدي ان شاء الله آآ عندك استقرار مدي في المرحلة اللي جاية مع العاطفة ان شاء الله في حاجات كمان كتير بعد ما تعمل كده في حاجات سيئة كتير جدا انت هتسيبها ورق سيب ماضي سيئ جدا وكان متعد كتير بالنسبالك هتنتهي منه تماما وهتروح لحياة جديدة تانية خالص فيها حب وفيها عطاء متبادل آآ في المرحلة اللي جاية بس تتخلص من الطاقة السلبية حاول تسيطر على وضعك وعلى مشاكلك وآآ وما تاخدش اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة